هلا وعيني شلوانكم وصفتنا اليوم الحلاوة الشوكليتية مقادير مضبوطة وطريقة سهلة جدرع النار نخلي كوبين شكر كوبين مي حتى نسوي الشيرة هلايتين وورشة لمندوزي لما يفورون نصف النار ونخليها تتهدر ثمانة دقائق بعدين هنا على البارد يعني جدرية مو عن النار نخلي كوب نشاء نصف كوب طحين كوب ونصف من الحليب البودر نخلطهم سوى ما نخلي اي تكتلات بيها نجي نخليهم على نار هادئة الى متوسطة يعني اعلى شيء على اللون المتوسطة نبدي نقلب بيهم الى ان يتغير اللون من يتغير اللون يصير مثل لون القهوة الفاتح يعني قهوائي فاتح اضفت هنا نصف كوب من دهن جنة تقدرون يضيفون نصف كوب من الزياد عادي ماكو مشكلة ابدي اوزع الدهن على كل الكمية اللي عندي بعدين اضيف الشيرة اللي متهدرة او مطفيتها قبل الوقت ان قلت لكم ثمان دقائق تتهدر فقط اهنا اذا عدتكم مهراسة او اي خفاقة على موت تختصرون الوقت خفقتها هنا شوية بالخفاقة تقريبا دقيقة ونصف صارت اوكي اه خليت لها قطرة من نكهة التشوكليت وهذا شكلها بعد ما صبتها وبردت طعمها فالشي خيال اتمنى تجربوها وتكتبولي بالتعليقات